الحسد هو أول زنب عصي به الله سبحانه وتعالى تخيل أول زنب في التاريخ وأول زنب في الدنيا كلها يعمل بشر أو يعمل وخبلك مخلوق كان الحسد إبليس لما حسد آدم مردش يسجد له بل بالعكس طرد من الجنة وترد من السماء كلها علشان حسد آدم فالحسد شيء صعب جدا نسأل الله العفو والعافية الحسد لما قبيل أمة الإسلام حسد أخاه هابيل كانت النتيجة أن قتل الحسد ممكن يدمر البيوت العين ممكن تدمر المجتمع العين ممكن تكون سبب في تغيير الأمور علشان كده بنشوف حياتنا بتتبدل من حسن إلى سيء أو إلى أسوأ بدون مقدمات وبدون أي أسباب أنه نحن العين يا جماعة اللي النبي علمنا نتحصم منها لو كان شيء سابق القدر لسبقته العين صلوا على من علمنا أن نحصن أنفسنا علشان كده لازم كل واحد فينا يعلم خطر العين ويعلم أن العين ده آلة خطرة جدا وحاجة الإنسان لازم يحصن نفسه منها ولازم يحصن منها أولاده ويحصن منها بيته ويحصن منها كل مجتملات حياته وبكده إحنا تكلمنا عن العين طيب الحسد هو إيه بقاه صلوا على سيدنا رسول الله قال لك الحسد غير العين الحسد أعم من العين الحسد ممكن يكون عن نظرة وعن غير نظرة أما العين لابد أن تنظر ولكن الحسد هو تمني زوال نعمة الغير لا يشترط فيها الرؤية ليه؟ لأن الحسد ممكن يحسدك وانتقعد في بيتك دون أن يرى الحسد مصدره سم بيخرج من النفس والعياذ بالله ومن القلب المسموم أو القلب المريض يصيب المحسود ولكن بإذن الله حتد بإذن الله دي تلازم نعتقد فيها لأن الأمراض بإذن الله والشفاء بإذن الله ولكن ربنا جعل أسباب للأمراض وأسباب للشفاء فنغير القدر بالقدر نغير القدر أمة الإسلام نخب بالأسباب زي ما نبعلمنا صلى الله عليه وسلم شكرا